بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اجتماع مجلس الوزراء بجلسته الهيادية الموافقة 25 من عام 2022 والموافقة 115 من عمر تشكيل هذه الحكومة حيث استهل الاجتماع بمباركة أو تجديد مباركة مجلس الوزراء لتنظيم بطولة خليجي 25 بصرة 25 حيث أكد السيد رئيس مجلس الوزراء على كافة الوزارات الخدمية بتقديم كافة الأمور التي تسهم بإنجاح هذه المناسبة وهذا الحدث الرياضي الكبير وبما يقدم صورة جيدة وصورة حقيقية عن العراق الجديد اتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات في هذه الجلسة الاعتيادية كان من أهمها موضوع مناقشة الكهرباء حيث يعاني العراقيين في هذا الصيف لارتفاع درجات الحرارة من أزمة في تجهيز الطاقة الكهربائية واتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات التي من شأنها تخفيف الضغط أو تخفيف المعاناة التي يواجهه في كل موسم حيث قرر مجلس الوزراء عدة قرارات أهمها اعتماد سعر الوقود المجهز بمبلغ 250 دينار للتر الواحد إلى أصحاب المولدات لتجهيز المواطنين كافة بالكهرباء لساعات انقطاع الطاقة الكهربائية كذلك زيادة كمية الوقود المجهزة لأصحاب المولدات الأهلية للأشهر التي حددت بالقرار المذكور آنفا ليكون التجهيز وفقا لساعات القطع وبما يضمن استمرار تزويد المواطنين بالطاقة قيام مزارة النفط بفتح منافذ في جميع المحافظات الغير منتظمة بإقليم لبيع مادة زيت الغاز وبالسعر الرسمي لأصحاب المولدات الأهلية لسد احتياجاتهم في هذا الصيف قيام مزارة النفط بفتح تسجيل للمولدات الأهلية غير المسجلة المشمولة بحصة الغاز تمويل وزارة المالية بمبلغ 3 مليار دينار إلى وزارة الداخلية شهريا لسد عز الرواتب في مركز ديوان وزارة الداخلية الموافقة على منح مدرسة قدموس الدولية الأهلية في العاصمة بغداد إجازة تأسيس استنادا إلى أحكام المادة 4 المبند أولا من نظام التعليم الأهلي والأجنبي 5 لسنة 2013 وتتولى وزارة التربية استكمال إعداد التعليمات المذكورة بالمادة 4 آنفا كما قرر مجلس الوزراء إقرار التقرير السنوي الرابع لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب لعام 2021 والمقدم من قبل السيد محافظ البنك المركزي العراقي المحترم حيث حقق العراق تطور كبير في هذا المجال ضمن عمر الحكومة الحالية كما وجه مجلس الوزراء السادة المحافظين عدم التدخل بالسياسة التشغيلية وتوزيعات المياه المعدة من قبل وزارة الموارد المائية لضمان التوزيع العادل للمياه في ظل شحة المياه في فصل الصيف الحادي شكرا كان هذا أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء بالجلسة الاعتيادية لهذا اليوم شكرا سلام عليكم ورحمة الله